جملة الموجة الثانية من فيروس كورونا اللعين للأسف بقينا نسمعها وما نهتمش بيها رغم أنها بتتقال تقريبا يوميا أكتر من مرة إما سمعناها في التلفزيون بنسمعها في الراديو إما سمعناها في الراديو بنسمعها من زميلنا في الشغل طرقناها في الجرنان وقص على ذلك يعني الوسائل المتعددة اللي بنسمع فيها الموجة الثانية طيب إحنا بنطبق الإجراءات الاحترازية والوقائية أراهن حضراتكم إن إحنا بنهتم أصلا بالبيان الرسمي الخاص بوزارة الصحة بالأعداد يوميا أتحداك إحنا كنا بنحفظه زي مثلا كده ما بنحفظ حاجة مهمة جدا في حياتنا يوميا في زروة الموضوع أو أوله في شهر تلاية أو شهر أربعة بعد كده الناس مش بس تتجاهل البيان الرسم تتجاهل حتى اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية في الأماكن اللي الواجب اتخاذ فيها هذه الإجراءات طيب دلوقتي إحنا زي ما بقوله كده في عنق الزجاجة ودايما بنقول لحضراتكم مع دخول فترة الشتاء والخريف ومع انخفاض درجات الحرارة بتكثر فيها الأمراض الفيروسية اللي هي مش بس فيروس كورونا وهذه الأمراض الفيروسية حتى فيروس الإنفلوانز العادي بتتشابه أعراضه مع فيروس كورونا فبالتالي أنا بقع في حيرة شديدة جدا 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 ده اللي يخلينا غصب عنينا واجب عنينا ان احنا نتخذ هذه الإجراءات الاحترازية والوقائية مش عيب ولا حرام ان حدك تلبس الكمامة وانت رايح شغلك مش عيب ولا حرام انك انت طهر إليك بالكحول كل دقيقة مش عيب ولا حرام لما تكون داخل على جماعة حتى لو هم مش ربسين الكمامة تكون انت متخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية حتى لو هم أقولك إله حولهم لا ده أنا خايف حتى على نفسي من حضرتكم نتمنى يا رب نتمنى ان يكون عندنا بس وعي في هذه المرحلة عشان كده ضيفنا الأستاذ الدكتور محمد عز العرب أستاذ البطنة بالمعد القوم الكابد الأمراض المعدية براحب بك طبعا في البداية دكتور وأكيد في كلام مهم جدا في هذه الفقرة خاصة مع المرحلة الثانية من موجة كورونا رؤيتك في الموقف الحالي واتخذنا الإجراءات الاحترازية كتطبيب في المقام الأول وكمواطن هل احنا بقينا ملتزمين ولا لا بصراحة طبعا انت حضرتك في المقدمة شكورك عليها طبعا الله عزيزة أنا عايز أقول بس صورة الكورونا إيه الكورونا مستجد بديتها من آخر ديسمبر في يوهن صينية بدت في مقاطعة صغيرة في الصين ومنها بدت انتشر شوية شوية الغدلاتي بمئتين طمانتاشر دولة في العالم برح بالليل على المستوى العالم الأرقام المعلنة عدينا ستة واربعين مليون من الرقم كبير ده المعلن طيب الوضع ايه الوضع اللي ما تلاقي بلد زي أمريكا عدت تسعة مليون تاليها الهند عدت تمانية مليون البرازيل فوق خمسة مليون بريطانيا دخلت في النادي مليون مع فرنسا ويعني احنا بنقول دلوقتي الوضع لا الوضع يعني غريب ووضع مقلق ولازم احنا بنقول العدد عندنا زي ما حضرتك قلت البيان الرسمي لا الموضوع مش كده صحيح فقر حضرتك وفقر سادة المشاهدين ان احنا الظروة بتاعتنا كانت في يونيو واعلى نقطة في المنحنة الوبائي بالزبط كانت تسحتاشر يونيو بعدد حالات تعدى ألف سبعمائة حالة في ذلك اليوم في أوروبا كان الظروة بدت عندهم في الموجة الأولى كان في أواخر إبريل مع مايو لما تشوف بقى إيطاليا وسريخ والحالات الوفيات اللي كانت كبيرة جدا جدا الموجة جات لنا بعدها بحوالي شهر شهر ونص طب احنا دلوقتي على المساوى العالم وأوروبا اللي احنا قريبة منا الوضع كان أهدى شوية ارتداء من يوليو واغصص سبتمبر بدأت الحالات تبدأ ترجع تاني تزيد هنا عشان كده في ناس فصلوها دي موجة ارتدادية وليست انتهاء الموجة الأولى ودخلنا الموجة تانية اساسي نقول الموجة تانية لازم يكون وصلت في الموجة الأولى لحالة السفرية أو قريب من الصف انا عمساوى العالم وصلناش لو بسيط المنحن الوبائي صحيح هو نزل سنة بس ما وصلش المرحلة للصفرية وعدين بدأ يرجع التاني الرجوع بقى غريب جدا الرجوع ان احنا مثلا عمساوى العالم لأول مرة يحصل ان في يوم واحد الاصابة تعدد نص مليون وده انا عايز اقول لحضر لك رقم كبير جدا جدا مرعب جدا وبعدين احنا بنقول الارقام معلنة مش في مصر بس عمساوى العالم مش الحقيقية الحصرية ناس يقول لك واحد على عشر او واحد على عشرين حتى من الرقم الليه الحقيقي فإذا الموضوع هو وباء عالمي واحنا مش عاول بقى احنا في مصر في امان لا مش في امان احنا في دول قريبة مننا انا عايز اقول اردن عايز اقول لبنان عايز اقول مغرب لتزاد اوروبا العالم كله على فكرة مع الصفر مع الحاجات دي كلها مع نقل الوباء العالمي بيوصل زباط حضرك التجميل انا قلته احنا وصلنا الزروة في يونيو كان في اوروبا قبلها بشهر ونص وصلوا الزروة فانا متوقعين للأسف الشديد ان انا داخلين على منحنة وباء ياعلى 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 الموضوع مش عايز اخده بالجانب الرعب لان انا برضو انا يهمنا الناحية النفسية للسادة مشاهدين والمصر كلها وربنا يحمي مصر في المقام الاول بس ناخد بجدية يا دكتور بالضبط ناخد الجانب الايجابي جانب الايجابي صحيح لحضرتك يعني بنقول موضوع موضوع الدول بتاخده فعلا بحرفية واحنا مش عايزين نوصل للحظ الكامل محتاجين الاقتصاد والانشطة طيب ايه اللي نعمله اذا حضرتك تفضلت بمسألة الكمام مثلا انا عندي اهم تلت اجراءات احترازية الكمامة بس الكمامة زي ما قلنا مع حضرتك قبل كده لازم تكون مطابقة لمواصفات تتلبس بطريقة صحيحة مش تحت المناخير او بسكة في ايدي او واسل واحد اه انا في جيبي معلش ان هي حلبسة لا مايفعلش يفزن الكمامة المطابقة مصفات استخدام بطريقة صحيحة التخلص منها بطريقة صحيحة في صندوق كمامة مغلق دي عايز اقول دي النقط التبعض المكاني هنقول يعني علميا ست اقدام يعني واحد وثمانية من عشر متر لكن تجاوزا اتفقنا على المساوى العالم كله ان مايقلش عن متر يعني بيني وبين الاخرين مايقلش عن متر زي ما حضرتك افضلت غاسل لاهيدين على مدار اليوم استخدام الطهارات صحيح دي اهمة تلت اجراءات احترازية مش في مصر بس ده الـ CDC الامريكي اللي اهم يعني عايز اقول هيئة لمكافحة الاوباء عم تسوى العالم صحيح النظام الصحة العالمية جميع الاماكن واحنا وزار الصحة المصرية لو دخلت وانا بطلب من السادة المشاهدين ينزلوا تطبيق اللي هو صحة مصر ده عيه عرفك ايه الاجراءات الاحرازية ايه الوضع العالمي ايه الوضع في مصر والمستشفات الوريبة منك لو هقول بزاك 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 زاد نفكر سادة المشاهدين بالارقام بتاعت الزمان اللي هي 105 و 153 3-5 لو انت عندك اي سبصار عايز لو القدر زي ما حضرتك تفضلت يعني عراض الكورونا متتشابه مع اعراض اللي نزل برد مع الامفلوان ماذا شو دي كورونا ودي لا دي نزل برد عادي لكن النصيحة عشان في النقطة دي اساسا يعني هي امانة امانة يا استاذ عاصم جدا جدا لو واحد عنده اي اعراض برد ارجوكم ارجوكم ما ينزلش من البيت ولو نزل يعمل استشارة طبية ده ده مهم جدا ده البرد العادي حتى البرد العادي لان بولا حضرتك بتتشابه يعني متقولش انا هاخد خصمة انا اخد بتا يعني اعتقد كل المؤسسات بتتعاون في هذه الجزئية دكتور خاصة عند الوقت يعني مع الموجة التانية جدا وعلى المعتقد رسميا هيتم التفعيل صحيح الحاجات اللي هانا اخدناها قبل كده على المساوى اللي الرسمي والحاجات كلها خاصة للفئات اللي هي الاقصر عرضة للمخاطر لما كبار السن اللي هم عندهم سمنة مفرطة عندهم اطفال عندهم امراض مزمنة اسمح حضرك قلت الناس عندهم الستات الحوامل الناس بياخدوا ادوية بتاقي الجهاز المناعة زي الكورتزونات ادوية الكنسر عموما كمنا ففي فئات اقول لهم لو سمحت لو عنده اعرض برد لا اخاف عليه لو سمحت وقعد واخد الاجراءات بقى الادارية بتاعتك طيب عايزة اوضح بس شوية الامور يعني للسادة المشاهدين وخاصة الناس اللي بتبقى قلوقة شوية عشان نطمنهم زي ما حكت تفضلت ومشكور احنا حابين نطمن مش نقلل الناس في المقام الاول ولكن برضو احنا داخلين على مرحلة لازم يكون على يقين كده مرحلة صعبة فلازم يكون عندنا استعداد تم لهذه الامور المتعلقة بالموجة السنية بتتشابه كتير جدا الاعراض بتاعت الفلوانزة الموسمية دكتور مع الاعراض بتاعت كورونا اي قبل كده معلش قبل ما نكلم في زي جزئية المصل او التطعيم اللي احنا بناخده سنوي للانفلوانزة في شكل ودلوقتي نزل الرباعي موجود في المصل واللقاح متفرع مستوى الجمهورية ده ليه اهمية دكتور له اهمية وطبعا هو مالوش علاقة بالكوفيد ناينتي نعم ولكن هو بيعمل وقاية من الانفلوانزة الموسمية تحنون ليه الناس تاخدوا صوصا الفئات اللي انا قلت عليها دي لان لو لقينا ان لو الواحد جاله الانفلوانزة الموسمية ولو لا قدر الله ان هو جات له الكوفيد ناينتيين احتمالية المضاعفات تبقى اكتر فهنا لازم يعمل وقاية من نوع من انفلوانزة ارتحت من الجزئية بالزبط بالزبط فدي دي دي الفلسفة بتاعتها بالزبط والناس اللي حطا في اعتقاد ان ده مش هيجيب الانفلوانزة لا هو بيقلل من الاعراض بدل مسلا ما الدور بيقعد معك اسبوعين يقعد بس الاسبوع بدل ما يبقى كحة واحتقان ويخفف شوية صح كده دكتور صح وممكن ما يجيش اه وممكن ما يجيش اه طيب الاعراض اللي هي يعني تخلي واحد يجزم ان هو عنده كورونا خاصة مع التطور والتحور دلوقتي وصل من الكورونا بيصيب الجهاز الهضمي بالزبط اعتقد يعني دلوقتي بشكل كبير فاقول لنا دكتور الاعراض والتشابه بيبقى ما بينها ما بين الفلوانزة في ايه بالزبط شو بحضرك احنا بنقول ان الاعراض بتتتشمع اعراض جهاز تنفسي امراض جهاز تنفسي العلوي او الصفلي يعني اذا كان الكحة الحرارة النهاجان علام فيه الجسم احيانا بفيه الرش عايز اقول ان الاعراض بياخدوها اوستاذ عاصم بالنسبة يعني بمعنى ايه يعني نسبة حدوث الكحة مسامتب عالية نسبة حدوث السخونية عالية نسبة الالام العضلية عالية نسبة الرشح قليلة الجهاز الهضمي لحد ما قليلة فعشان اقول لكن لقينا فيه بعض الحاجات تخلينا نشك اكتر بمعنى ايه ان واحد عند السخونية ما خفتش من اول يوم ولا تاني يوم ولا تالت يوم هم مرتفع ياخد اي مخفض الحرارة تقلي شوعة بعدين تطلع تاني اه اربع خمس سامنة تخلينا شك النقطة التانية اجهاد غريب 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 وتكسير في الجسم والعضلات بشكل يعني مؤلم حقيقة بشكل اللي ويخليني همدان يا دكتور غير همدان ده الم الم عضلي بشكل كبير جدا النهاجان يعني واحد بيحصل له النهاجان مش عارف ياخد نهاجان خاصة بالضبط خاصة مع الكبار السن ومع شوية اقول له ده دي انا عاد مش عارف الشباكة مفتوحة ودمر روحة لا ماخداش كده لا نهاجان مع علامة عضلي معها سخونية حتى لو كانت خفيفة شوية لا اخدها خصوصا مع الفاتر اللي انا قلت عليها فدي اقترب سوى حضر التفاضل اعرض الجهاز اللي اهم بلاقي موضوع الاسهال بدأ يزيد شوية اه بنا طبع الكوحة دي دي ومعظمها تبقى الكوحة جافة صحيح وفي ترجيع احيانا برضو دكتور الى حد ما بس دي مش علامة من الكاردينال او الاساسية او تمام او فهي انا بقول دايما التوقع ان انت تتوقع الاسوأ ده لصالح الشخص النفس يعني معنى ايه انا ازا اوصل لسادة المشاهدين نقطة مهمة اولا حضرك تفضلت ان انت في التجمعات او انت دخل ناس ولابس الكبام صحيح انا ازا اقول الناس توقع لقدامك يكون عنده الكورونا يعني بعد شرط طبعا الا ان يزبط العكس بمعنى انا خارج انا ما اضمنتش اللي راكب معايا الاساساسير او الماشي معايا في الشارع او راكب معايا وسيط المواصلات حتى زي ما حتى تفضلت حضرك يعني انا قلت نقطة في غاية الاهمية يعني ممكن جدا ان يكون عنده بداية الكورونا وما تزارش على اي عارض صحيح شغط سليم قدامي ويكون حامل الفيروس صحيح فهنا احنا دخلنا احنا دلوقتي في سيزون دلوقتي دلوقتي في موجة ارتفاع المستوى العالم عشان منقلقش الناس تنون مصر وبتاع وفي نفس الوقت موضوع البيان الرسمي لا اهو البيان الرسمي مرتبط يا صعاصم بايه بالناس اللي اتعمت لهم المسحة بي سي ار صحيح فاحنا دلوقتي المعظم بالنسباننا اللي بيجيلوا اللي قلت عليها بيعزي نفسه 14 يوم في البيت ما بيروحش ما بيعملش لمسحات ولا حاجة وبتعدي ليه الامور حتى بيكون عنده كوفيد ناينتين فهي الفكرة عشان اقول بقى والله الوضع البيان اللي بيسم ما بكلمش على المصر بس حتى على مساء العالم ان هو حقيقي ان انا اكون مغطي اي واحد بيجيله اعراض او خالطة حتى على الفكرة في بروتقول اللي حطيته اللجنة العلمية موقرة بالنسبة للمكافحة الكورونا حطيت حاجات في المنتقل اهمية يعني اي واحد خالط لحالة مؤكدة بالبي سي ار ان هو كورونا اعزل نفسي حتى لو مظهرش اعراض 14 يوم واحد جاي من برا وانا عايز اكد نقطة دي في برنامج المحترم ده واحد جاي من منطقة في اوروبا فرنسا المانيا بريطانيا اللي هلاللوات بتشوف الزروة العالية جدا جدا لا تحط في الاعتبار ولازم اقول له لو سمعت اعزل نفسك 14 يوم جات لك اعراض هتروح تعمل هتروح لجهة طبية تعامل لك البي سي ار ولوما انه كنت في الحتة فلونية واحد خالد جيه واحد جيه من برا وظهرت عليه اعراض برضو اعمل موضوع البي سي ار فاذا البي سي ار وانا في اعتقادي ويمكن بطلو برضو منطقة صحة الموقرة نتزود لي كشفات البي سي ار مش عاكتنا انا اعرف العينين بس حاجة مهمة جدا بيسموها تقصي الوبائي بمعنى تقصي الوبائي نفرد انا في المنطقة زي المطارية ها لقينا في مثلا اشيين حالة عمتون بي سي ار طرع ايجابي في حتة معينة لازم ابلغ الادارة المطارية الطبية اللي هي الوقائين قالهم لو سمعت فيها حالة عندنا تأكد تشخصها روح رائب المخلطين في المنطقة دي واعمل اجراءاتك للوقائين فهنا الفكرة مش مسات البي سي ار من انا اعرف الحالات اه او لا لا لان انا امنع العدوى صحيح ودي النقطة مهمة جدا لازم يكون فيه اجراءة حازم في هذا الموضوع بالضبط انا نطلب فعلا وعالمعتقد ان شاء الله هماشين في الاتجاه ده توفير مصحات بعدد كافي قوي للنقطة مش هيكات ان الشخص قدامي ده عنده لا لو عنده اعمل التتبع الوقائي والتتبع المخلطين ويمكن يعني نعايز اقول المسؤول اللي هو زي العلامي في ادارة الطوارئ في المنظوم الصحة العالمية من ثلاث يام عمل مؤتمر صحفي اللي هي الشر المتوسط والنقطة دي قال فعلا مسألة المصحات التشخصية دي همه جدا جدا تتبع المخلطين مهمه جدا جدا الاجراءات الاحترازية بشيء من الاهمية هو ده اللي احنا بننادي به دايما في كل لقاءة مياه طيب تساروات كثيرة جدا جدا بتيجى دكتور حوالين ان ناس جت لها كورونا وتوفاها الله وناس جت لها كورونا وتعالجتوا بيت كويسة منتز بناء عليه هذه الجزئتين دكتور اتضح لهم بشكل ايه شوف ببساطة جديد قوي انا عندي فيه فيروس وعندي مستقبل اللي هو الانسان نعم الفيروس فيه عامل تتبعه والانسان فيه عامل تتبعه الفيروس زي اكثر شراسة كمية الفيروس اللي الشخص بيتعرض لها ايه يعني لو واحد انا عايز اشبه بس لو واحد بيتنفس عنده كورونا وبيتنفس بيخرج حاجة اسمها يعني 20 فيروس بارتكيل جزئ فيروس اللي هو بيتنفس بدأ يتكلم بدأ للعشرين بيتبقى ايه 200 200 واخبالك طب كح واخبالك والا عطس المتين دي بتبقى كام 200 مليون تخيل حضرتك الرقم عشان كده بنقولين الواحد يعني لابس كمامة المصاب مهم جدا جدا عشان امنع العدوى للمستقبل ناحة المستقبل اللي هو الانسان مهم جدا 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 جهاز المناعة جهاز ايه المناعة لو منعته كويسة هيقدر يتحمل اكتر منعته ضعيفة للخصص المدفعات اللي انا قلت عليها لا يبقى ده فيه توقع انه يجيله العدوى اكتر عشان كده بنقولين الكمامات نرجو الجميع اللي التزام بيها حتى الشخص المزواش عليه اي عراض لان لو واحد مصاب واحد غير مصاب الاتنين لابسين كمامة نسبة العدوى بتقل عن واحد ونص في المية عن واحد ونص ايه في المية لو الاتنين مش لابسين كمامة احتملية العدوى بتوصل تسعين في المية فما فوق تخيل حضرتك تهيئة الفكر لا استغل الكمامات وبطريقة صحية اللي احنا قلنا عليها طيب حضرتك اكيد طبعا زي كل ناس شفنا ان في الموجة الاولانية اختفت حاجات كثيرة جدا من الصدرية الفيتامين سي اختفى بشكل كبير جدا الكحليات المطهرات الحاجات دي كلها ولكن خلينا اركز على الناس اللي بتعتمد على تقوية المناعة بتاعها بالادوية في الظل ان احنا عندنا اطعامة ممكن ناكلها تكون افضل تأثيرا من هذه الادوية تنصحنا في هذه الجزئات اللي نايا يا دكتور والله انت بيجيب ناط في غاية الهمية بالنحية البلد ابن الله افتكاسات بسحيل الواطس شو عابد فيس يعني وتلاقي فيه ناس داخلوا في الموضوع ده وبزنس رهيب جدا عملوا فزحيله والله يا دكتور جدا جدا عدلت الامور شوي فهنا بنقول لك البوضوع كده الغزاء المتوازن يا جماعة يعني غنيكم ان انا اجيب فيتامين سي حضرك بسهولة جدا موجود فيه فاكهة كتير ومش برطان بس ايه جوا العصائي الفريش العصائي الفريش يعني انا عايز اقول ده السويل دافية مهمة جدا جدا ان انا اعمل مجموعة السلطات والفاكهة مطبق مهمة جدا فيه الوجبة بتاعتي في غاية الاهمية فهنا اولا الحفاظ على الجهاز المناعم مش مساءة انا اجيب فيتامين سي وزينك وفيتامين دال وكلام ده اونا انا لازم مساءة اتعرض للشمس المهمة فعلا بس لايه الشمس الصباحية القوي يعني لايه الحمرة شوية طيب احنا عشان اخلص موضوع الحفاظ اجاز المناعم الى جانب الغزاء المتوازن اقولنا عادي مهمة جدا جدا النوم الكافي موضوعش بقى الصبح الصهران على الفيس والكلام ده بتاع صحيح ان انا اخد النوم الليلي الكافي عدم الرعب ما بقاش بانك ما بقاش فيه خوف من الحاجات دي كلها والرياضة دي مهمة جدا صحيح وعدم اغز اي شيء يضر جاز المناعم التدخين مع ترامي لا سبت فعلا في كتلت كده برضو يعني افتكاسة ايوة ايوة التدخين بيمنع دي بقى الفيروس كل هذا لأ خالص خالص لايين لا التدخين الادوية تعرف يا ادوية يعني عايز اقولك معظم الانتيبيوتيكس معظم المضادات الحوية معظم المسكنات بتقللي جهاز المناعم صحيح انا فعلا بشيء لان انا غزاء متوازن وان انا حافظة على الجهاز المناعم مع الاجرات اللي ايه الهمة جدا وازان مع الشتاء والموجة البرد اللي احنا بدأنا نحس بيها حكاية غلق النوافذ وفي المترو او بتاع نقفل والكلام ده بتاع ده ما ينفعش في الفصول برضو ما ينفعش لازم فعلا التهوية الطبيعية الايه الطبيعية حتى في البيت عندنا لازم ان احنا نفتح الشرفات كده في فترة الظهيرة وحسن نجدد الهواء صحي كده دكتور مهم جدا طيب ناس كتير جدا انا دكتور وحنا بنقول في حالات لا الله أكبر عن فيروس كورونا ما بتحبش تروح المستشفى قلقا من العدوة والحاجات ده كلها النصاح اللي ممكن تقولها في البداية يعني مثلا اللي استشعر عنده الفيروس يعني ومش حابب يعمل المستشفى خاصة لو حاب بيعمل عزل منزلي النقاط العريضة اللي تنصحنا بها يا دكتور طيب واحد عنده احرار زي ما قلنا مش هخرج من البيت حتصل المية وخمسة او خمساشة تلاتة تلاتة خمسة واليوم اللي بتاع ده او ان انا اي حد من الأصدقاء الأطباء او صيادلة بقى بيدوني الحاجات الاسيان بشرط انا عايز اقول من ضمن الدراسات اللي اتعملت والحالات اللي دخلت في مضاعفات انه بيعودوا اول تلاتة اربعة تيام ممكن عادي وطخ طخ 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 مساول اكسجين بيقل جدا لازم بدخل المستشفى لازم رعاية صحيح جهاز تنا في الصمع انا مش عايزين تيام مش عايزين تيام عشان كنت بنقول ايه الفئات الاكتر اللي انا قلت عليها الوجود نهجان بشكل يعني مش طبيعي ظاهر ده اكتر فده لازم لو سمحته لا استشير طبيا فورا وحكاة المسحة فيه توجيهات وان شاء الله هبقى فيه توجيهات اكتر باستخدام البي سي ار وفيه نقطة مهمة جدا نحن بقى تيه عندنا حاجة في غاية الاهمية اللي هي مسات الاشعة المقطعية على الصدر يعني ديه عشان افرق بين حالة مشتبهة او حالة غير مشتبهة ان انا لو لقيت علامات معينة في الاشعة المقطعية لصدر بقول والله دي حالة مشتبه وابدأ اعمل اجرات البي سي ار او احجزها اجرات المتابعة طيب اخينا دكتور ليه بيقولوا الموجة التانية اشرص او اصعب من الموجة الاولى واللي تتوقعه والنصاح اللي ممكن تقولها لنا في شكل عام في الربع دي الحكاية تتوقع نتيجة الانفلوانزة الاسبانية في القرن الماضي سنة 1918 الموجة الاولى عدت بعدد وفيات معينة على مساء العالم في الموجة التانية مع مقدم الخريف والشتاء بقى الوفيات اكتر بكتير جدا عدى 50 مليون وكان دي مشكلة فاحنا بنخاف عن مساء العالم من ناحية سنة في الموجة التانية مع حدث في القرن لـ 1918 يعني نقدم مؤكد ان الموجة التانية اشرص دي وبدأت الدلائل دلوقتي سواء في امريكا اللي تلاقي العدد مثلا بفوق 100 ألف اصابة يوميا والكلام ده فهنا ده لازم نخاف اكتر وناخد الاجراءات الاحترازية بشكل سليم امن صحيح اللي حاب تقوله للناس اللي خاصة الناس اللي بتتعامل مع الموضوع مش عايز اقول كده باستهوان اكتر من بلا مبالا يا سيدي خليه على الله الكورونا اللي تخاف منه ما يجيش احسب منه هي ما بتجيش اللي بيخاف الحاجات دي كلها بنسمحها يوميا للأسف دلوقتي يا دكتور في الشارع تريد تقول للناس دي عايز اقول ربنا يحميكم لكن لو شفت مريض على جهزة نفس صناعية والوضع النفسه ايه هتعرفوا ايه المفروض نعمله مفروض نعمله ان انا ما وصلش للمحرد دي صحيح ان انا يتم تشخيص بطريقة صحيحة ان انا اهتم بالاجرات اللي احنا قلناها في هذه الفقرة المبتزة صحيح واعتقد الدولة هيكون لها قرارات حسيمة يعني على نهاية هذا الاسبوع بعد تقريبا الاجتماع الرسمي لمجلس الوزر اللي بيجي كل يوم اربع بشأن هذه الامور والمستجدات المتعلقة بالموجة الثانية بفيروس كورونا حابين نقول لها حالاتكم يا ريت يا جماعة اتبع فعلا يعني دول كثيرة جدا جدا اغلاقت احنا في مصر مش عايزين او ما بقاش عندنا رفاهية الغلق الكامل خاصة في هذا التوقيت اه ربنا سترى معانا في الموجة الاولى والحمد لله رب العالمين سترت الكام شهر اللي كان فيهم حاضر نظر ان احنا كنا عاملين احتياطاتنا لكن برضو الغلق الكامل مش في صالحنا لو اتبعنا الإجراءات الاحترازية واللقائية اتحفظ على نفسك وقبل كل ده اتحفظ على بلدك ومجتمعك واقتصادك وكل حاجة اتمنى يا رب السلامة اتمنى يا رب ان احنا كون دائما عندنا وعي بخطورة هذه المرحلة المتعلقة بصحة البناء ادم اللي ما فيش اغلى منها على وجه الارض ربنا حافظ على حضراتكم مشكوى جدا دكتور نهارتين الاستاذ دكتور محمد عز العرب استاذ البطنة بالمعدة القوامي الكابد والامراض المعدية شرفتيني شكرا دكتور لسم كاملين معاكم مشاهدة كرام بعض الفاصل فقرة حوالية اخرى من ساعة صبحية انتظروا